يا مسائل فل عليكم وأهلا بكم وحلقة جديدة وبكل روح رياضية حلقتنا النهارة المتميزة شوية علشان فيها معلومات كتيرة جدا خلينا راحة بالأول بضيفي اللي دايما منورني معايا الدكتور أحمد عبدالله الشعراوي أخصائي العلاج الطبيعي بالمستشفى العسكري بالعجوزة أهلا بيك يا أستاذ أحمد أهلا بيك يا أستاذ محمد الله يخليك منورنا يا دكتور الله يخليك من وراء الشاشة بيك وفي كل الموجودين في القناة الله يخليك طب عشان ألخص للمشاهدين الحلقة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن يعني إيه علاج طبيعي وقلنا من العلاج الطبيعي إن أنا بعالج بدون استخدام أي أدوية بعالج إيه؟ عرفنا الحلقة اللي فاتت إن كان إصابات أو إن كان بعض الأمراض وبعض الحاجات اللي أنا بدخلش فيها أي شيء كيميائي أو أي شيء علاجي النهاردة جاينا نتكلم عن إيه؟ إصابات الملعب طب إزاي؟ فلما كنت نقشت أنا والدكتور أحمد قلت له طب يعني إيه الإصابات واللي بتحصل الكلام ده؟ وقال لي خلاص إحنا نعمل حلقة النهاردة عن التمرين الصحيح لتجنب الإصابات في الألعاب الرياضي أولا يعني إيه إصابة دكتور أحمد؟ الإصابة دي هي بتبقى يعني خلينا أول أتكلم إيه إيه اللي بيعمل الإصابة الإصابة بتبقى بسبب إن أنا ما بسخانش كويس قبل التمرين بخش في التمرين مباشرة ما ببقاش إن أنا مآهل جسمي نفسيا وبدنيا للتمرين اللي أنا داخل فيه فأدخل التمرين بدون تسخين تحصل لي بقى إصابات كتير بقى ممكن يحصل مزقف العضلة مزقف الروباط ممكن خلق مزق عضلة طب إرهاق تعب كل ده يعتبر نقم أنواع الإصابات بدرجاته بالزرط طيب سمحت منك دلوقتي بتقول لي إن أنا ما سخانتش كويس معنى إذن كان فيه طريقة معينة للتمرين لازم نتبعها صح كده؟ أيوة بالزرط طيب إيه هي الطريقة أنا دلوقتي نازل من البيت هتمرن رايح التمرين أي إن كم ماء التمرين ببركور القدم التمرين في جيم التمرين في أي مكان أنا رايح أتمرن في مكان ما هل فيه خطوات لازم أنا أتبعها أو أي حد يتبعها بحيث أن يستفيد من التمرينة بشكل كويس في نفس الوقت يتجنب الإصابات وفي نفس الوقت لأن أنا بشوف أحيانا بعد التمرينات يعني لما بروح التمرينات وكده باجي بعد التمرينة أتلاقي درعي تعبني ربني تعباني طب عشان أتجنب ده كله أتمرن إزاي؟ ده سؤال حروق أولا أنا علشان أتجنب الإصابات دي وبقى رايح وداخل التمرين كويس وأستفيد بالتمرين في حاجات عايزين نقول عليها لازم نعملها قبل التمرين إيه الحاجات دي أولا إن أنا يبقى واكل كويس قبل التمرين بساعتين يبقى لازم قبل ما روح التمرين أكون واكل كويس بالضبط ليه واكل كويس قبل التمرين بساعتين؟ علشان تبقى العضلات اللي أنا هشغالها دي فيها الجيلايكوجين أو بعد كده بتحرق بيبقى الجلوكوز اللي أنا هستخدمه كوقود لها يقدر يخليني أكمل التمرين فلازم سؤال هنا مرون بقى يبقى أنا أنا باكل كويس قبل التمرين علشان أعرف روح أتمرن كويس أتلاقي غزاء أو أتلاقي مواد معينة محتاج أن أنا أحرقها في التمرين علشان أعرف أكمل التمرين بشكل كويس سؤال تنصح بأكل معين قبل التمرين؟ أكل معين قبل التمرين المفروض أن أي حد ينزل التمرين بيأكل بزود شوية من الكربوهايدريتز النشويات يأكل بقى رز مقارونا عيش أي حاجة مندي ويزودها شوية طب دي هتتحرق معا في التمرين؟ أه بالضبط دي هتتحرق معا دي بقى هيكلها بعد التمرين برضو أو مروع الكربوهايدريتز بعد التمرين؟ لا لا هيكلها بعد التمرين لأن أنا في التمرين الكربوهايدريتز دي عايز أعرفكم بس يعني بتروح فين؟ قبل التمرين أنا كان الكربوهايدريتز دي أو النشويات دي بتروح فين؟ الجزء منها بيروح يتخزن في العضلات علشان يدي وقود للعضلة وهي شغالة أثناء التمرين وجزء بيروح للدم نفسه على هيئة جولوكوز اللي في العضلات ده بيبقى جليكوجين حاجة يعني أتقل من الجولوكوز شوية الجولوكوز ده بيبقى في الدم وفي الليفر اللي هو الكابت برضو بيتخزن جزء من النشويات ده في الكابت حلو؟ تمام طيب أنا دلوقتي خلاص كالة النشويات اللي أنا الجسم محتاجها للتمرين والعضلات محتاجها في التمرين طبعا ده بيبقى قبل التمرين بساعتين عشان تلحق أن هي لازم ساعتين ولا ممكن ساعة أو ممكن؟ لا الأفضل ساعتين علشان الوقت المثالي للهضم الوجبة عشان برضو دي معلومة مثلا أنا أحيانا باكل قبل التمرين بنص ساعة وبنزل أحيانا باكل قبل التمرين بساعة وبنزل طب الوقت المثالي للهضم أنا أكلت دلوقتي الوقت المثالي للهضم بيخد معها وقت قديه يعني من ساعة لساعتين تقريبا على ما يبدأ الكربوهيدريتس دي أصلها يعني معقدة شوية على ما تتهدم و تتخزن في العضلات و جزء منها يروح في الدم و جزء منها يروح في الكبد فبيبقى غالبا من ساعة لساعتين مش أقل من كده ساعة لساعتين أكلنا كويس أكلنا كويس رحنا على النادي أو الجيم أو رحنا على المكان اللي هنتمرم فيه أيا كان كده احنا دخلين على بداية معركة معركة، هل تصدق معركة؟ تمام تمام معركة ما بين مين ومين الأول؟ يعني معركة تقدر تقول بين الحق والباطل طيب أيوة طب إيه هو الحق مثلا؟ هتقدر تقول إن الصح صحيتي إن أنا الكسل أساد النشاط معركة ما بين كسل ونشاط معركة بين دهون وعدم وجود دهون صحة وعدم صحة صحة وعدم صحة وعدم صحة وعدم لياقة عدم لياقة مرونة وعدم مرونة كسل ونشاط تيبس مفاصل ضد ليونة مفاصل يعني التمرينة دي معركة ما بين اكتئاب ضد سعادة ما هو أنا كده ألخص هو التمرينة دي معركة ما بين شيء إيجابي لشء سلبي بالزاب صح كده؟ أنا بتغلب على السلبي إن كان كسل أو إن كان ضعفة أو إن كان صحة ضعيفة أو كان شكل مش رياضي أو نفس قصير بتغلب عليه بالتمرين إن أنا نوصل للشيء اللي جابي بالحاجات التانية صح كده؟ إن أنا أقضي على الحاجات دخلين على المعركة آه حلو أول دخلين على المعركة بدأ دخلت النادي أو دخلت المكان اللي أنا هتمرن فيه حلو أول أول حاجة عاملها إيه؟ أنا قبل ما أدخل النادي أنا خلاص جسمي مخي واخد إشاراتي إن أنا رايح أتمرن فبيبدأ يزبط لي الإشارات العصبية بتاعته وخاصة لو أنا مثلا شارب فنجان قهوة كده قبل التمرين طبعا أنا كيف قهوة؟ أنا زيك القهوة مفيدة جدا طب فايدتها إيه؟ فايدتها إن هي بتنشط الجهاز العصبي كله بقى خاصة المركزي يعني اللي هو المخ بالذات بتخليه يفرز الإشارات العصبية بصورة أسرع حتى لو شرب قهوة تاني في اليوم ولا تنصح إن يشرب القهوة قبل التمرين فقط ولا؟ قبل التمرين بنص ساعة كده قبل التمرين بنص ساعة دي أفيد دي أفيد طب شرب كلنا شربنا قهوة نزلنا التمرين نزلنا التمرين نبدأ بقى يعني ما نفعش أنزل التمرين أخش في التمرين عطوب في حاجات لازم أعملها قبل التمرين طيب يبقى أنا كده هنتكلم إحنا خلاص عملنا الاستعدادات للتمرين أكلت شربت قهوة يستحسن شرب قهوة طب في حاجة غير القهوة برضو ولا هي يفضل قهوة؟ لا يفضل قهوة طب عصير طبعا العصير كل دي حاجات طب العصير قبل التمرين ولا بعد التمرين أفيد حلوة قوي السؤال ده العصير قبل التمرين وأثناء التمرين قبل التمرين وأثناء التمرين وأثناء التمرين وبعد التمرين في الثلاث حاجات دولك نفس الاستفادة؟ غالباً بتبقى نفس الاستفادة إيه فايدتها؟ نفس الاستفادة ولا وظيفتها قبل التمرين بتروح لحاجة وفي أثناء التمرين بتروح لحاجة وبعد التمرين بتروح لحاجة تانية؟ هي يعني تعتبر في الآخر كلها بتعمل تقريباً نفس الهدف نفس الهدف اللي إيه هو؟ إن السكر بتاعي ما يقلش أثناء التمرين أو بعد التمرين أو بعد التمرين أو لو السكر بتاعي أوليل شوية قبل التمرين لو اتمرنت شوية يبقى معايا كافي من السكر أيها بالضبط هو قريدي أنا واكل قبل التمرين كويس وقلنا العضلات مليانة بس كده الموضوع مكلفة أنا هاكل وهاشرب قهوة وهاشرب عصير وهاشرب عصير بعد التمرين لا ما هو يعني مش أغلى من صحياتك طبعاً صح صح ولا إيه؟ ده في المتصفة الجبهة دكتور ده كيبت كده أوه فيش حاجة فعلاً أغلى من الصح طيب بدأنا أنت بتقول طيب هبدأ التمرين هل أنت بتقول ما أبدأش التمرين على طول؟ أه طيب هعمل إيه؟ طبعاً يعني لازم قبل التمرين أن أنا بخش في مرحلة التسخين أهي جسمي للتمرين أسخن؟ أسخن؟ طيب أنا بس عشان بقى المفهوم هنا مهم جداً هل التسخين هنا معناه أن أنا أزود درجة حرارة الجسم عندي بحيث أن أنا أبدأ للتمرين؟ لا مش كده خالص ده هي درجة حرارة الجسم عندي لو زادت عن المعدل الطبيعي أو زادت أكتر من اللازم هنا بتدخلني في قصة تانية اللي هي قصة الفتيج بقى يبدأ يحصل عندي التعب أولاً عشان برضو إيه؟ مسبقش الأحداث هو التسخين ده عبارة عن إيه؟ التسخين ده عبارة عن تمرين خفيفة خالص أنا بعملها يبدون وزن يبوزن خفيف جداً وكرر العدد شوية طيب الهدف من التسخين؟ الهدف من التسخين إن أنا بظبط الدورة الدموية اللي في الجسم كله بنبه المخ بقوله خلي بالك أنا إحنا دخلين تمرين إنشط شوية القلب إنشط شوية العضلات التنفس خدي بالك يبقى لأنا فهمت دلوقتي إن التسخين فايدته بزود درجة استعداد أيوة الجسم والعضلات والمخ والدم والأعصاب والكلام ده كله إن أنا داخل دلوقتي تمرين نستعد نقولنا معركة في الأول نستعد للمعركة نستعد للمعركة طيب بدأت التسخين هل التسخين لي شروط؟ التسخين لي شروط؟ ما ينفعش إن أنا مثلا أسخن بوزنة قيل يعني في ناس سيء مثلا أول ما تخش الجم بشوف ناس بتسخن بتجري على المشاة شوية بتجري على العجلة شوية وبعد كده تخش في تمرين مباشرة هل ده التسخين يكفي ولا لي شروط برضو؟ لا مش قول كده يعني هي لي شروط شوية لي شروط؟ أه يعني أولا هو التسخين باسم نقدر نقول لجزئين جزء جنرال إن أنا بسخن الجسم كله وده الهدف منه إن أنا بزود الدورة الدموية بعمل استعداد للجسم كله بعمل استعداد للجسم كله ده مثلا أول جزء بعد كده ببدأ أخش إن أنا بقى إيه؟ أسخن العضلات اللي أنا عايز أترجتها بقى يعني أبدأ أسخن العضلة اللي يعني أنا هقسم التسخين لجزئين جزء عام جنرال إن أنا بسخن الجسم كله بخلي الجسم كله عنده استعداد إن فيه داخلين على حلقة رياضة أو معركة رياضية زي ما إحنا ما سامناها في أول الحلقة معركة رياضية بحيث إن الجسم كله زهنياً وعصبياً وعضلياً جاهز للتمرين تمام؟ بعد كده هاخد جزء خاص بالتمرين بالتمرين اللي أنا فهمته الكلام دلوقتي أنا هدرب عضلة معينة أو هدرب تمرين لعضلة معينة هنا هبدأ هي أسخنها هي الوحديها طيب التسخين بتاع العضلة الوحديها ده برضو لي شروط؟ آه طبعاً التسخين دوت لازم يبقى بوزن خفيف خالص ما يبقاش الوزن تقيل ما يرهبنيش يعني واجيب بيه عدد كتير يعني ما يعدش عدد اثنين ثلاثة ألاقي نفسي طيب ده برضو هنا التسخين الجزئي احنا مسميينه تسخين خاص أو جزئي آه الخاص بقى الخاص هنا برضو بدأ شراط للعضلات دي أو للعضلة دي إن أنا التمرينة دي هذه بقى المعركة معك إنتين لها بالضبط أنت بقى هشغالك بقى وعايزك تركزي معايا قوي طيب احنا عملين نقول عضلة وعضلة هي الجسم فيه كم عضلة أصلا؟ لا الجسم فيه شاب واي تراي بنج ضهر رجل تخيل يا أستاذ محمد جسمنا فيه حوالي ربعمائة عضلة هيكلية ربعمائة عضلة هيكلية يعني وفيه عضلات هيكلية وفيه عضلات غير هيكلية اللي هي عضلات المعدة الحاجات الثانية دي مش البطن لا البطن هيكلية برضو الهيكلية هي المعدة سويني بس المعدة تعملت تاخدني فيه لا المعدة المعدة نفسها ما هي عبارة عن عضلة بتنقبض علشان تهدم الأكل يعني فيه عضلات غير العضلات الظاهرية دي هناك أيضاً بجميع عضلات تانية داخلية ها طبعاً يوجد عضلات تانية داخلية طبعاً المعدة لي برضو بتتشكلوا بتجبر و تظهر نفس الطريقة بتاعت العضلات الخارجية يعني طريقة مختلفة شوي تمرينات برضو لا 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 تمر نتاكي لي دي دي ما بيبقاش لها يعني تمرينات طبعاً التمرنات تبقى العضلات الهيكلية اللي أنا بتحرك بيها تمام طيب أنت بلتدي رب ومائة عضلة؟ رب ومائة عضلة رب ومائة عضلة هيكلية هيكلية يعني مسكة في العظمي بتاعي من بره اللي هي في الإيد في الرجل في عضلات الوش تعتبر اللي هي اللي احنا في الجم أو في المرانها اللي هي البيت راي بنج دهر رجل ما عرفش بعض العضلات دي طيب أنت بتقول الرب ومائة طيب فين الرب ومائة؟ لا الرب ومائة دول كتير قوي يعني علشان علشان نبدأ بقى نفصل كل مفصل بقى والرقبة فيها كم عضلة والكتف فيه كم عضلة والكوع فيه كم عضلة لا دي قصة طويلة يعني طيب الرب ومائة عضلة دولك بيتقسمه على الجسم يعني الهيكل الخارجي ده كله رب ومائة عضلة في منهم اللي في الكتف في منهم اللي في الدراع في الكتف بالتراع في الرقبة في الظاهر طيب لو أنا قلت لك قسم للرب ومائة عضلة دول العضلات أساسية يعني خلينا نقسمهم بتقسمة يعني أوضح شوية ولا كلهم متواصلين ببعض هم طبعا كلهم متواصلين ببعض بس العضلات الرب ومائة عضلة دول بيتقسمهم بتلت طرق أو بيتقسمهم تلت أجزاء إيه هما؟ مش في العضلات أنا بس عايزة فهم يعني عضلة يعني عضلة يعني عضلة العضلات اللي بتحرك جسمنا دي الدينية ماشية إزاي هل هي العضلات اللي برة دي بس؟ لا دي عضلات سطحية في بقى بتبقى في حاجة تانية في العضلات العميقة بقى دي عضلات بتبقى وظيفتها أن هي تبقى عاملالي سابورت للعمود الفقري سابورت بتدعملي أو بتبقى مسكة بتبقى مسؤولة عن الاستابلتين استباك بتبقى مثبتالي للفقرات كويس يعني العضل هو السبب في سبات جسم الإنسان طبعا العضلات العميقة لو مثلنا مثل العضل ده أنت تشابيوك إيه يعني المثال نقدر نقول أن العضلات دي عاملة زي الضفيرة كده يا سوز محمد أو زي السلسلة يعني الجهاز العضلي دوت كل عضلة متوصلة بالتانية سلسلة؟ أه يعني حلقات حلقات كده أخذ من كلامك لو عضلة واحدة تأسرات العضلات كلها تتأسر أيوة بالضبط صح كده؟ أه بالضبط طيب عايز بس أوضح أن العضلات كلها يعني من أول فروة راسي فروة الراس دي تعتبر برضو جزء من العضلات الهيكلية بتاعتنا على فكرة أه يعني تقولي عضلة طبيعة بتعمل إيه؟ عضلة فروة راسي بتبقى مسؤولة عن إن أنا أرفع الحجب بتاعي كده الفوق لو أنا رفعت الحجب كده تلاقي فروة الراس بتاعتي هي المسؤولة عن الحركة دي حتى فيه ناس يقولي لك وإحنا نامين بالليل ما بنعرفش أن عيننا ما بتقفلش للآخر بتفضل العين مفتوحة شوية ليه؟ بيبقى فيه شد في بيبقى فيه شد عندي في عضلة فروة الراس دي أه مفروض نبحث عن السبب العامل الشد فيها دو حيث أنه لما ينام لازم العين تبقى نرجع للتمرين احنا قد تكلمنا عن التسخين التسخين قلنا فيه تسخيني مرحلتين فيه جنرال للعام أنا بسخن جسمي بشكل عام علشان قد إشارات أن أنا داخل رياضة الجسم كلكم مستعد وبخش تمرين جزئي اللي هو باختار العضلة لأن أنا أمرنها أمرنها بالشكل المطلوب ناخد فاصل ونرجع تاني بقى إيه نتكلم عن التمرين بشكل تاني فاصل ورجعين تاني بسرعة استنم ورجعنا لكم تاني ومكملين معاكم بكل روح رياضية معلومات تقيلة معلومات طبية كبيرة جدا بس أكيد اللي استفادة منها أقدر ونتكلم عن التمرين أقدر نخش في التمرين خلصنا التسخين نخش على التمرين دي بقى دي المرحلة التانية من مرحلة أنا بس قبل ما أخش في التمرين عايز أقول حاجة في حتة التسخين أستوز محمد معالي نتفضل هنرجع للتسخين تاني طبع عشان اللي بيتابعنا احنا قلنا التسخين أنا بنزل طبعا نقول واكل كويس شرب قهوة نزل التمرين نازل خلاص عندي وضع الاستعداد على التمرين نزلت انت قلت التسخين مرحلتين المرحلة الأولى بسخن جنرال زي قلت بجدع على مشاية أو على عجلة أو حاجة بحيث أن أنا بدي إشارة للجسم كله بقول أنا داخل أطمرا وبعد كده بتحول لتمرين جزئي باختر عضلة معينة أبدأ أسخنها بشكل بسيط علشان أقول لها استعدي بشكل فردي بشكل فردي استعدي أنت اللي عليك التمرين النهاردة صح كده؟ أيوة بالضبط طيب الحاجة اللي أنا عايز أقولها يعني أن فيه ناس تلاقيها أول ما تخش الجيم مثلا هب ينزل ضغط بقى ويعد عشر ضغط بعد كده يطلع المتوازي عشر أو العشرين متوازي بعد كده يطلع على العقلة لا طبعا ده مش تسخين انت شايل وزن جسمك كله على عضلات إيدك في الضغط شايل وزن جسمك كله على المتوازي شايل جسمك كله على العقلة طبعا ده مش تسخين التسخين لازم يبقى الوزن خفيف مش تقيل طيب ده تسخين طب أنا بشوف حاجة في التسخين برضو من نور جمل التسخين اللي اسم خلص نوش أنا بشوف أحيانا الناس بتخش الجيم تجري بسرعة 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 عرقانة بشكل غير عادي بتنهج بشكل غير عادي خلاص سخنت وتخش على التمرين هل التسخين ده بطريقة صح؟ لا التسخين ده لازم تبقى ريلكس خارص وانت بتسخن أهادي أه لازم تبقى هادي ما ينفعش أنهج في التسخين لأننا لو نهج في التسخين كده ما بقاش تسخين كده أنا دخلت في سكة ثانية خالص يعني كالي التسخين ما نفعش أنهج فيه لا ولا أعرق فيه بالشكل لا لا خالص خالص طيب ده يقدل إيه؟ لا هيقدل أننا إنت لو عرقته والكلام دوت إنت ما سخنتش العضلة العضلة عايزة تسخن بالراحة الجلوكوز اللي إنت أصلا حرقته في التسخين حرق بالضبط يبقى عصر يعني إن شخص ده تكمل بقى خلاص إرهاق نحصل إرهاق أهيوه بالضبط في حاجة تاني كده في التسخين لا تمام كده نخش في التمرين نخش على التمرين يبقى تسخين رقم واحد اتنين التمرين نخش على التمرين إزاي أتمرن بشكل صحيح؟ إزاي أتمرن بشكل صحيح انتهى يعني وهل في أنواع من أنواع التمرين؟ هل في أنواع من أنواع التمرين؟ أه بالضبط يعني على حسب بقى أنا عايز أعملي من التمرين هل عايز أن أنا أبني عضلة وأبني كتل عضلية ولا عايز أن أنا أحرق دهون التمرين بيفرق بقى تمرين البناء العضلي суд ويالتمرين التخصيس طب ده ليه شروط مثلا وده ليه شروط أو ده ليه تمرينات وده ليه تمرينات طب مين اللي يعرف ده اللي يعرف ده طبعا هيبقى دكتور العلاج الطبيعي ده اللي هيبقى أضرب الحاجات دي اللي موجود في المكان بتاع التمرين المفروض كل جيم طبعا أو نادي أو بتاعه يبقى موجود دكتور العلاج الطبيعي هو اللي بيبقى مسؤول عن القصة دي بيبقى ملمي بيها كوي طب ما فيش مثلا صفات أساسية مثلا التمرين التخسيس وفي صفات أساسية للتمرين طيب إيه الصفات الأساسية لده وإيه الصفات الأساسية لده يعني التمرين التخسيس ده يعني الخطأ بقى للناس يعني ما تعرفوش تلاقيه بيتمرن وقولك أنا دكتور بزيد أنا بتمرن أنا عضلاتي بتملة طيب وأنا عايز أسأل سؤال هل اللي بيخسص ده برضو مطلوب منه أنه هو يأكل قبل التمرين والكلام ده كله طبعا مطلوب منه يأكل برضو آه برضو دي دي حاجة نرجع للتمرين ما إحنا هنرجع إذا كده فيش تعديل في التسخيط نرجع للتمرين نرجع للتمرين إنت خلاص عايز تخسس يبقى لازم التمرين يبقى يعني الشدة بتاعته قليلة ما نفعش إن أنا هاشيل وزن أو حتى لو مش هاشيل وزن ما نفعش إن أنا أعمل التمرين بسرعة ليه هعمله بسرعة هنهج يبقى أنا هخش مش في تمرين بقى أيروبك أو مش في تمرين هوائي هتنقل للأيروبك بقى إن أنا هيبقى الحرق بتاعي معتمد لو هو سريع هيبقى معتمد على الجلوكوز وأنا مش عايز أحرق جلوكوز في التخصيص أنا في التخصيص عايز أحرق دهون دهون حلو طب الدهون دي عشان تتحرق معايا عشان تتحرق لازم يبقى التمرين لو إن تنستي يعني شدته قليلة يعني عشان أخس يبقى التمرين هادي هادي خالص طب إيه فايدة إن يكون التمرين هادي من أموهوليها سبب؟ إيه فايدة إن التمرين هادي إن أنا بعد فترة يعني بعد 25 دقيقة بالضبط الجسم أوتوماتيك بيتحول من استخدامه للجلوكوز كوقود ليه يبدأ بقى يخش يستخدم الدهون بقى كده أنا فهم أنت بقى سوائن يبقى أنا أنت بتقول لأنا عايز التمرين هادي علشان قريلي بعد 25 دقيقة من التمرين مش هيبدأ يحرق من الكلوكوز هيبدأ يحرق من الدهون من الدهون ولكن لو التمرين سريع هيفضل يحرق من الكلوكوز بالضبط صح كده؟ أيوة يبقى التمرين البطيء أو الهادي هادي خالص أنا بمشي برحتي على المشاية ده بيساعد على التخصيص أكتر بيساعد على التخصيص أكتر يعني مش اللي بيروح بيجري ومتشاغل ومتنطط لا أنت كده مش هتخلي الجسم يدخل في حرق الدهون بقى هتخليه كل اعتماده على الجلوكوز لأنه سهل الجسم بيستخدمه بسرعة في إنتاج الطاقة إنما ولا لما بيشتغل بسرعة مع سخون الجسم أسرع حاجة بتتحرق الجلوكوز ولا ملاحش علاقة بديه لا ما هو فعلا هو يعني لما الجسم بيسخن بسرعة مع التمرين أو الحركة بتبقى سريعة نسبة الحرق بتبقى الجلوكوز أسرع من نسبة الحرق للدهون ولا ملاحش علاقة لا ملاحش علاقة هو لما بيشتغل بسرعة الجسم عايز طاقة سريعة طب الطاقة السريعة دي يجيبها منهم الجلوكوز ده ده أبسط أبسط مصدر للطاقة موجود في الجسم الجلوكوز ده يعني الجسم بيستخدمه على طول كده يعني هو منوسكرايد يعني لما بقى وطيق بقى فالحرق مش هيستحملني في الكولوكوس فيروه على الدهون بالبلد أيوة هيبدأ بقى الجسم طبيعي بيخش في حرق الدهون بعد 25 دقيقة بيبدأ حرق الدهون ويوصل للمكسيمم بتاعه يعني أقصى وقت بقى الجسم بيحرق فيه الدهون ده أستاذ محمد بيبقى عند 45 دقيقة 45 دقيقة هنجي الحاجة مهمة أنا بجري على المشاية نص ساعة أنت أولا بتجري فده تمرين سريع مش هتخش خالص في حرق الدهون أجري على المشاية غيرامش على المشاية غيرامش على المشاية إحنا مفروض ما بنجريش يا جماعة إحنا بنمشي براحتنا خالص ممكن نزود حاجة بسيطة بس بحيث أن احنا ما ندخلش في موضوع النهاجان دخلت في موضوع النهاجان دوت مش هيدخلني في التخصيص خالص معنا تسول مساء الفل حاجة ساية مساء الخير أستاذ محمد مساء الفل عليك حبيب الله يخليك حبيبي ومساء الفل على الدكتور أحمد الله يخليك أستاذ محمد من نورين الشاشة والله الله يخليك حاجة ساية ليه يا استفسار بقى من الدكتور سؤالين كده تفضل الله يخليك بس دكتور هل الألاج الطبيعي بيتفادى عملية الإجراحة بالنسبة للعمود الفقري إن كانت فقرات عنقية أو قطنية ده سؤال سؤال الثاني يا دكتور هل كل مركز لك طبيعي وفيه أطباء متخصصين ليه طريقة معينة في عمل الجلسات ان انا يعني رحت مركز معين لقيت علاج طبيعي ثابت أجهزة معينة بتاع الدكتور بشوية تدليك رياضة بتاعه وخلاص رعت المركز ثاني حاجات أجهزة جان من ألمانيا ودكتور جان من ألمانيا لقيت وضع مختلف لذارو جلسات أكسوجين وكهرومغناطسية وحاجات مختلفة شوية فالطبيب المعالج الأولاني في المركز علاج الطبيعي يقول لك استخدم قربة المياه السخنة واستخدم الكمدات وكلام مين ده يعني الدكتور اللي جاء من ألمانيا بيعالج معايا وبيقول لها حاليا استخدم التلج التلج واسبرته أبيض وكده وتدليق وبعد كده تحط التلج بعد ما ترجع من الجلس التلج ده حضرتك بتعمل جلسات على إيه بالظبط نعم عايزين ارى بس بتشتكي من ايه حاج سايف هو فيه ثلاث فقرات عنقية وتلاث فقرات قطنية معايا يا سيد محمد؟ اه معاك معاك ثلاث فقرات عنقية دي بتخلي الدرق اليمين ده مش بشبه يعني ألم جامد بالعضلة وفي نص الكتف كده ورا ألم ألم رهيب وتحت فيه ألم يعني فوق المقعدة بشوية بالنسبة للفقرات القطنية فانا الجلسات دي هل انا استمرارية ان انا امشي مع الدكتور الجامل من برة او اللي هو بيقولي التلج والليزر والحاجات دي فانا مش عارف ايه بالزبط هل ده هيتفادي موضوع العملية ولا بعد الأطباء مخوا طيب قال لك انت كأتامل عملية بعد شهر شهرين فياريت الدكتور يفيدني وجزاكم الله خير انت وضعوا خليك معاك على تريفونس وانا يا حاجي طيب كم سنة حاجي سايف سواء خمسين سنة سواء خمسين اسئلة تانية لا خلاص محتاج تعرف ايه معلومات تانية بالنسبة لحضرك بتقول تلت فكرات عنقية ايوة تلت فكرات عنقية وتلت فكرات قطنية تمام خلاص تمام ماشي يا سيد سايد ماشي ماشي عاجيك اسمعني من التلفزيون نجاوب ولا ناخد اتصال ماشي طيب نجاوب سريعا او ناخد اتصال ونجاوب الاثنين تمام بص يا سيد السايد ألف السلام عليك أولا ثانيا بالنسبة لاجراحة العمود الفكري دي اه طبعا العلاج الطبيعي بيساعدك بشكل كبير ان انت ما تخشش في موضوع العملية بس فيه اوقات لازم طبعا هتخش في العملية العلاج الطبيعي هيقولك لا انا كده خلاص مش هقدر اعمل لك حاجة هيدخلك في العملية طيب امتى خش في العملية اه لو بقى في موجود عندي تلات حاجات لو التنميل اللي موجود سواء في الدراع او في الرجل اه في الدراع دو وفي واجع وفي ألم في الظهر اه اي ما هو ألم الظهر دو هيعمل لتنميل اللي في الرجل و و ألم الرقبة هيعمل لتنميل اللي في الدراع في الدراع او طيب امتى 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 خلاص العاج الطبيعي مش هيقولك لا انا مش هقدر اعمل لك حاجة برضو كل كل مجال وليه الجزء اللي بيقدر يشتغل فيه مش هيشتغل فيه هو بيسأل هل يكمل على علاج طبيعي ما هو انت امتى امتى تكمل على علاج الطبيعي اه لو لقيت الدنيا عندك بتهدى التنميل بيقل اللي لو كان في ضعف سوري لو كان في ضعف في الدراع بدأ يظهر ضعف في العضلات اه بدأ الضعف دوت يختفي وبدأ تظهر كوت العضلات تاني اه اه تالت حاجة اه اه لو اه الفقرات العنقية لو لو الغضروف اللي فيها كبير شوية بيبدأ كمان يأثرلي في الرجل تحت يعني يعني الفقرات العنقية كمان بتأثر في الرجل بس تأثيرها في الرجل بيبقى مختلف عن تأثير الفقرات القطنية اه بيخلي فيه الريفليكسات معينة بتحصل كده في الرجل دي بتبين لي ان سبب سبب المشكلة اللي في الرجل سببها من العنق مش من الفقرات القطنية طب هو درقاتي محتار بيقولك تتمل مع الدكتور الألماني اللي هو بينصحني بعلقات دي هجيلها دلوقتي دي هجيلها دلوقتي انت حضرتك هتتوجه للجراحة لو التنميل ده ما بيروحش خالص نهائي بمسكنات ولا بالعلاج الطبيعي ولا بأي حاجة من دي لو والضعف بيستمر وبيزيد طب لو سابت لو سابت ما فيش تحسن لو سابت وما فيش تحسن انت بقى يعني ايه الأفضل لك في فكرات العنقية دي بالذات يا سوز محمد دي منطقة خطيرة فيها طبعا الأحبال الصوتية من قدام وفيها الحبل الشوك من وراء يعني عملية خطيرة العلاج الطبيعي اه فانت الأفضل يعني تبقى مع العلاج الطبيعي عشان ما نخشش في موضوع الجراحة دوت من هو ممكن طبعا يأثر على الأحبال الصوتية بتاعتك بتيجي ناس كتير بعد العملية الصوت بيبقى ضعيف جدا وفي ناس ما بتعرفش تتكلم أساسا لو دخل عمل عملية الغضروف من قدام الجراح لو عملها من قدام بيلط الأحبال الصوتية من قدام يعني النصيحة الأخيرة نكمل على العلاج الطبيعي لحين جبت أخري في العلاج الطبيعي ما فيش أي لا مش لحين جبت أخري لو لقيت إن العلاج الطبيعي مش التنميل اللي عندي ما بيقلش بالعكس وعمال بيزيد الضعف مش بيقل لا ده بيزيد يبقى كده أنا هتجه للجراحة تبقى هي الأفضل طبعا الجراحة لو فتح من قدام قلنا بيأثر على الأحبال الصوتية بيبقى بيممكن يحصل فيها مشاكل ولو فتح الجراح من وراء بيبقى طبعا من وراء بيين له على طول الحبل الشوكي يعني أول ما بيدخل ممكن لقدر الله حصل لازل يكون دكتور كبير بيرفك وبرضو للأسف يعني هي العمليات الجراحية بيبقى ليها يعني ما بيقول لكش أنا مية في المية ضمن لك إن انت تطلع سليم لا ده بيمضيك على إكرار إن انت ممكن بيبقى فيه يبقى أنا كده لو أخذ من الهضح من كلامك أستمر بالعلاج الطبيعي هو أفضل بالذات بالذات في الفقرات يبقى النصيح لديك حاجي يجي هنكمل على العلاج الطبيعي ودي تقريبا نفس كلام الدكتور الألماني آه تقريبا أيها بالزبط طيب ناخد وفاء ألف السلام عليك حاج سيد ونستمر علاج الطبيعي حاج سيد وألف السلام عليك وفاء مساء الفل نشارك ممكن أسلم الدكتور اتفضلي دكتور بيشتكي من ذجله عدل في ذجله في صغره ودهره بيشتكي 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 من قلم يعني شد ولا ألم ولا وجع لا شد عدل ثواني الآن وظهره ألم مع نزل في ظهر وكتفه ألم في رجله حضرتك قلت عليها؟ ألم في الظهر وفي الفرد وفي كتف هل ينفع معاً 80 حضرتك قلت عليها؟ الظبط بينفع معاً 80 علاجية سؤال هو بيلعب كرة مع أصدقائه ولا بيلعب في نادي؟ بيلعب في نادي بشكل مستمر 3 أيام ثلاثة أيام التعب في العضلات مستمر بقى بشكل دايم ولا بعد التمرنية؟ بقى له فترة معي بقى له فترة أسألك سؤال هي بطنه بالنسبة للعضلات بطنه عنده كيرش شوية أو كده؟ لا ما عندهش كيرش ما عندهش كيرش السن قد إيه؟ السن قد إيه؟ سبعة وعشرين سبعة وعشرين سنة؟ متزوج بيشتك من قلم في الظهر وفي الكتف وفي الفقد وفي الضمة؟ نعم لا ما عندهش من وراء طيب طيب إسمعينا من التلفزيون ده لعب كرة تريباً أولاً بيتمرن ثلاثتين في الأسبوع وبيشتك من فترة من عضلة الظهر والكتف والفقد طيب من الواضح كده يا مدام إن ابن حضرتك المشكلة دي بدأت معا من فترة تمام؟ مش ولدة اللحظة دي مش تسخين؟ أو تمرين؟ مش بس كده يعني هو ما بيعملش تمرين كويس لأن يعني بص حضرك لو مسكت كده هو الكتف جايب الألم من الكتف للضهر للفقد يعني الألم يعتبر نازل يعني في نص في نص بايز نص بايز النص البايز دوت لازم نشوف سببه إيه يعني بداية الألم دوت جاي منين فدوت هيبقى محتاج دكتور علاج طبيعي يبص عليه علشان يحدد بالظبط إيه سبب المشكلة اللي عنده دي يعرف بدايتها منين وإيه هي اللي عملانه الألم في الموضوع ده فلازم يتجه لدكتور علاج طبيعي كويس يبص صحيح نصحتنا ليك يا وفاة لازم تتوجه لدكتور علاج طبيعي في أسرع وقت علشان يشوف ده هل بسبب تمرين ولا بسبب إصابة بشيء ما صح كده طيب معنا محمد من الجزائر محمد مساء الفل وعلكم السلام ورحمة الله أنا وسلام بيك عن عندي الغدروف أنت على يديني والعوني الايه؟ الشغل الغدروف أنت على يديني غدروف إيه بس عشان أنا مش وضح لي الكلام تعلي يدي تعلي يدي غدروف الإيد اليد 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 غدروف اليد تمام ماله بقى صح أنا مش سمح بك كوي سيرت وضحونا الصوت هنا شباب معك سوز محمد بس وضحو لي الصوت شوي سوز محمد معك شكرا سمعك طيب الخطة فصل بس أنت ما فهمتش حجم السؤال لا للأسف أنا فهمتش حجم السؤال طيب نرجع تاني للحلقة تمام معنى تصداد تاني يا شباب أو حاجة طيب نكمت احنا وصلنا للتمرين انت قلت فيه تمرين تخسيس وفيه تمرين بناء عضل بناء عضل في التمرين التخسيس كل ما يبقى بطيء بس مش بالبطء زينا عن اللازم كل ما بستفيد منه في التخسيس البناء من قليل الشدة لمتوسط الشدة يعني شدته تبقى قليلة أو متوسطة تبقى الشدة عالية ده بيبقى هو الايروبك اكسرسايز أو بيبقى هنا التمرين الهوائي يعني تمام؟ بدي فرصة للأكسجين انه هو يخش بسهولة وللعضلة ده الايه؟ ده للتخسيس للتخسيس اه ولازم يا جماعة أنا لو عايشان أخس ما ينفعش التمرين يبقى قلي من خمسة واربعين دقيقة طيب الناس اللي بتقول لي قبل خمسة واربعين دقيقة هل اللي بيروح عشان يخسس ده اللي بحس انه هو جسمه عرق من كل حتة ونورهك من كل حمل ما بيخلص يعني يا دوبك بيخلص التمرين بتحس ان جسمه كله بقى مية من العرق هل العرق ده دليل انه هو بدأ يخس ولا العرق ده مباش علاقة العرق جزء من جزء من جزء من النجاح طب ازاي هو بيتمرن بالراحة؟ بيعرق بيعرق اللي عادي اه طبع طبع نخش على التمرين البناء العضلي طبع طب معنا بس سهد هدى مساء الفل مساء الفل مساء النور ممكن اتواصل مع دكتور احمد عبد الله اتفضلي معك اتفضلي يا دكتور احمد اتفضلي مع حضرتك اتفضلي سؤالك منور الشاشة يا دكتور احمد الله يخليكي والله احنا كان عندنا طلب بان حضرتك اختصصنا حلقات للتخسيس حاضر حضر حضر حلقات قالت قادمة هنخصص بعض الاجزاء منها للتخسيس المجدد طلب جماهيري عندك اي سؤال ازاي هو دius شكرا لك أزوزهد طيب glitchative نخش في التمرين البناء العضري إحنا خلصنا التمرين التخسيس نخش في تمرين البناء العضري هل تمرين البناء العضري برضو ليه صفات إيه صفاته بس سريعة على صفاته صفاته إنه بيبقى التمرين البناء العضري دوت هنا بقى لازم أستخدم وزن ما ينفعش أو حمل يبقى في حمد إحنا كده بقى سهلنا الكلام على المشاهدين يبقى تمارين التخسيس بيستخدمش فيها أوزان اللي هي مثلا لو هستخدم أوزاني بقى الوزن قليل الوزن قليل تمام عشان نسهل بس تمارين التخصيص مش محتاجة وزن قام السرعة بتاعتها قليلة يعني لو همش نبسطها تمارين التخصيص بتعتمد على حركة الجسم بشكل مستمر أو بشكل معين بحيث أن أنا أوصل لدرجة معينة أن جسمي يبدأ يحرق الدهول مش محتاج أن أنا أشيل أوزانت إيلة أوزانت إيلة زي دي كده نحن نحن راجل أنا أشيل أوزانت إيلة الأوزانت إيلة دي متخصصة للبناء العضل صح كده طيب من صفات تنة البناء العضل تغزية طبعا البناء العضل إحنا قلنا لازم يبقى الوزن تقي يعني فيه وزن تمام في حاجة طيب الوزن ده بيختاروا بشكل معين برضو طبعا طيب كل عضلة اللي ها وزن ولا كل شخص ليه أوزان معينة يستخدمها طيب كل شخص ليه أوزان معينة معينة بيستخدمها في التمريض واللي حددها اللي حددها مين بقى دكتور العلاج الطبيعي دكتور العلاج الطبيعي اللي موجود في الجيم طيب أخذ محي محي مساء الفل مساء الفل عليك يا سيد محي مع حضرتك مع حضرتك مع حضرتك بوضع صوتك تلفزيون طيب واسمعني من التلفون مع حضرتك سيد محي انقاطع مع حي دكتور العلاج الطبيعي اللي موجود في الجيم هو اللي بيحدده وكل عضلة لها تمريم معين بأوزان معينة صح كده لا مش كل عضلة لها تمريم معين بأوزان معينة هو كل واحد بيبقى بنستخدم لوزن غير التاني لا أنا بأتكلم أنا كشخص خلاص حددت أوزاني كل عضلة للشخص اللي اخترنا ده ليه تمريم معينة بوزن معين بطريقة معينة اللي بيحددها مين؟ الدكتور العلاج الطبيعي اللي موجود في الجيم طيب خلصنا التمرين ما بعد التمرين يعني أنا دلوقتي عملت التسخيم بشكل كويس والتمرين بشكل كويس في حاجة تاني لازم أعملها عشان برضو أتجنب الإصابات؟ طبعا إيه؟ يعني خلصت تمرينتي؟ أه خلاص أنا خلصت في حاجة تانية مطلوبة؟ مشيت يعني مشيت بالتسخين المزبوط التسخين المزبوط التمرين المزبوط لا خلاص كده يعني بس إيه؟ ما نحاولش إن إحنا نزود التمرين بس زيادة عن اللازم علشان في حاجة اسمها تبريد؟ في الإرهاق في حاجة اسمها تبريد؟ التبريد ده بقى بيبقى في الآخر خلص ده بعد التمرين بعد التمرين طيب أنا خلصت تخصخين خلصت تمرين دخلت على التبريد إيه هو التبريد؟ التبريد ده إن أنا برجع تاني أقل للشدة بتاعت شدة التمرين أو أقل للوزن اللي أنا مستخدمه زي اللي كنت باستخدمه في التسخين تقريبا علشان أعرف الجسم أقوله خلاص إهدى إهدى إحنا بنقلص القلب يرجع تاني معدل النبض بتاعه للطبيعي تقريبا التنفس يرجع تاني طبيعي طيب أنا كده بلخص الكلام اللي احنا قلنا النهاردة إن التمرين التمرين الصحيح إن أنا لازم أكون مسخله مسخن بشكل كويس لازم أتمرم بشكل كويس بالطريقة اللي مطلوبة مني إن كانت طريقة للتخسيس أو للبناء العضلي وبعد ما بخلص التمرين في حاجة اسمها تبريد إن أنا بهدى شوية علشان أقول للجسمي أنا خلاص أنا قربت أخلص التمرين كده دول الثلاث مراحل المهمين بالنسبة للتمرين صح كده؟ في أي معلومات تانية؟ أوه لا كده كده أعتبر هتتزع معي الحلقة اللي جاية على عاش عاش اي حد بيلعب رياضة اي حد بيلعب رياضة صور لي فيديو صغير وابعتولي على هاشتاج عاش على صفحة جوميديا برودكشن هزعهولو الحلقة الجاية واي حد ببلعبش رياضة يصور يبدأ معي اي رياضة جري مشاية اي رياضة يبدأ معي ويصورها لي ويبعتها لي على هاشتاج عاش على صفحة جوميديا برودكشن هزعها له في اول الحلقة الجاية أتمنى تكون الحلقة النهاردة عجبكم أتمنى تكون عرفنا إزاي التمرين الصحيح إزاي نبدأ التمرين إزاي قبل التمرين يكون استعداتنا للتمرين نخلص التمرين نعمل إيه إن شاء الله بإذن الله استنوني الحلقة الجاية حاجة جديدة معلومات جديدة رياضة جديدة وعاش